أشار استطلاع رأي تم إجراؤه على شركات تصنيع أن بريطانيا أصبحت أقل قدرة على المنافسة وأقل جاذبية للمستثمرين الأجانب بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة والإضطرابات السياسية الأخيرة وأشار الاستطلاع إلى تراجع نسبة المصنعين الذين يعتقدون أن بريطانيا تمثل موقعا تنافسيا إلى 31% من أصل 63% قبل عام هذا ومن المقرر أن يضع وزير المالية جيرمي هانت هذا الأسبوع الخطوط العريضة لخطط تقلص بشكل حاد دعم الطاقة للشركات أظهر مسحا اقتصادي أن معنويات المستثمرين في منطقة اليورو تحسنت للشهر الثالث على التوالي في يناير إلى أعلى مستوى لها منذ يونيو 2022 لكنها ظلت في النطاق السلبي ارتفع معشر سانتكس لمنطقة اليورو إلى سالب 17.5 نقطة في يناير من سالب 21 نقطة في ديسمبر وهو ما يعكس وضعا اقتصاديا صعبا في ظل استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والغزاء أظهرت بيانات نشرها مكتب الإحصاءات للتحدي الألمانية أن الصادرات الألمانية تراجعت على غير المتوقع في نوفمبر في غضون ذلك أشارت البيانات إلى أن الإنتاج الصناعي للبلاد ارتفع أكثر بقليل من المتوقع في نوفمبر بنسبة 2 من 10% عن الشهر السابق وأضافت البيانات أن الضغط على أكبر اقتصادات أوروبا استمر بفعل ارتفاع التضخم والضبابية في الأسواق وذلك رغم انحصار أزمات سلاسل التوريد أفادت توكالة رويترز للأنباء أن مجموعة جولمان ساكس ستبدأ في الاستغناء عن آلاف من موظف المجموعة أعتبارا من الأربعاء المقبل وذلك مع مواجهتها أوضاع اقتصادية صعبة أشرت الوكالة إلى أنهم من المتوقع أن تتجاوز التخفيضات في الوظائف 3000 فيما ذكرت وكالة بلومبرغ أن البنك سيستغنع نحو 3200 وظيفة عانت البنوك المؤسسية من طباطئ كبير في الصفقات نتيجة تقلب الأسواق المالية العالمية بدأ الروبل الروسي أول أيام تدول الكامل في العام الجديد على ارتفاع وصعد من مستويات هي الأكثر انخفاضا في ستة أشهر وصل إليها في تعاملات متقلبة أواخر 2022 وصعد الروبل بنسبة 1.4% أمام الدولار وارتفع بنسبة 2 من 10% أمام اليورو وبعد أن ظل الروبل للفترات طويلة من العام الماضي أفضل العملات أداء على مستوى العالم خسر في ديسمبر 17% بعد تحركات غريبة لوضع سقف لسعر النفط الروسي وحظر الاتحاد الأوروبي صادرات النفط الروسية قال رئيس مجلس دوم الروسي فياتشي سلاف فولدين أن أكثر من 75% من الشركات الأجنبية بقيت في روسيا مشيرا إلى أن منغادر السوق الروسي يخسر مليارات الدولارات الآن وضف فولدين أن الشركات الأجنبية التي رفضت مغادرة روسيا رغم الضغط الغربي تدرك الأفاق الكبيرة في التنمية الاقتصادية لدى البلاد ولفت رئيس مجلس دوم الروسي إلى أن إنتاج الملابس في البلاد أظهر زيادة بنسبة 42% وإنتاج الأدوية بنسبة 15% تدرك الأفاق الكبيرة لدى البلاد